إذن إيران تحاول بشتى الطرق دعم الانقلابيين في اليمن من خلال تزويدهم بأسلحتها وأجهزة تجسسها طائرات التجسس الإيرانية هي طائرات مسيرة تطورها طهران باستمرار وتزود الميليشيات الحوثية بها تشكل خطرا كبيرا على المدنيين كونها قادرة على حمل متفجرات وصواريخ ذكية وحتى مواد كيموية أبرز أنواع هذه الطائرات لدينا بداية قاصف واحد هذه الطائرة مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم ضربه ويتم تجهيزها بعدة أنواع من الرؤوس الحربية حسب المهمة حيث يمكنها حمل رأس حربي يصل وزنه إلى ثلاثين كيلو جراما طائرة تجسس إيرانية أخرى تدعى صاعقة هذه الطائرة هي نسخة معدلة من طائرة التجسس الأمريكية RQ-170 التي أسقطتها إيران في عام 2011 تتمتع هذه الطائرة بتقنيات وأجهزة اتصالات إلكترونية وأنظمة رادارية متطورة لغرض جمع المعلومات الإلكترونية والتصويرية بدقة عالية جدا كما أنها قادرة على تحليل جزئيات الهواء والتعرف على المواد الكيموية المشعة المنبثقة من أي مختبر نووي محتمل تحت الأرض لدينا أيضا طائرة مسيرة إيرانية أخرى هي طائرة فوتروس هذه الطائرة هي أكبر طائرة من دون طيار إيرانية الصنع من أهم ميزاتها أنها قادرة على التحليق لمسافات بعيدة تصل إلى ألفي كيلومتر تقريبا لمدة تتراوح بين ستة عشرة إلى ثلاثين ساعة تقوم هذه الطائرة مشاهدين بعملية المراقبة والرصد والمسح الجوي فضلا عن أنها قادرة على القيام بعمليات قتالية نظرا لتجهيزها بأنواع من الصواريخ والقاذفات